اشتركوا في القناة بسبب استمرار التهاون في الإجراءات الاحترازية فإننا للأسف ما زلنا نشهد ارتفاعا مستمرا في عدد الحالات القائمة خلال شهر يناير الجاري نجدد التأكيد مرة أخرى على أننا جميعا مسؤولون عن الزيادة والنقصان في أعداد الحالات القائمة وننوه بأن أي زيادة في الأعداد قد تعيدنا إلى مراحل سابقة من التعامل مع فيروس الكورونا كما ننوه بأن كافة القرارات المتخذة بشأن التعامل مع الفيروس تتم راجعتها بشكل دوري حسب المستجدات ويتم بناء عليها اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم ارتفعت نسبة الحالات المستجدة في الفترة من 1 إلى 18 يناير الجاري بما يقارب 43% مقارنة بالفترة من 14 إلى 30 ديسمبر 2020 18% من الحالات القائمة المستجدة في نفس هذه الفترة هي لأطفال تتراوح عمارهم بين السنة إلى 17 سنة هذه الزيادة تستوجب من الجميع مضاعفة الجهود والمواصلة بحذر خلال المرحلة الحالية وعدم التهاون أبدا في الآثار المترتبة من عدم الالتزام من جانب آخر ننوه أو نود التنويه بأن وزاعة الصحة تواصل حملاتها التفتيشية المكثفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل النسائية والحلاقة الرجالية والصالات الرياضية للتأكد من التزاماتها أو التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا ونجدد التأكيد بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية الرادعة ضد المخالفين ترجمة نانسي قنقر